تنطلق غدا خامس جلسات المحوى الاقتصادية بالحوال الوطنية في مركز القاهرة للمؤتمرات بمنينة نصر بحضور واسع من مختلف أطياف المجتمع وتناقش لجان المحوى الاقتصادية غدا عددا من القضايا حيث تبحث قضايا الدين العام وسبل تفعيل تكافؤ الفرص كما تبحث لجنة العدالة الاجتماعية على مدار جلستين تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وتناقش لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي الدين العام الإشكاليات والحلول وتعقد الخميس المقبل جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي ضمن قضايا المحور المجتمعي لاستكمالي مناقشة مشروع قانوني إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء بناء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي كما تبحث لجان المحور المجتمعية مشكلات ما بعد الطلاق